على أطلال نهائي 87 تسعمائة وألف تقف ذاكرة نهضة بركان مستحضرة مسار البرتقالي في رواق الكأس الفضية والهاجس اليوم النسج على المنوار ذاته لكن مع براغماتية لا تعترف بغير التتويج بديلة فالنهائي نتعلم الفارق في تاريخ دياله فإحنا أفهاء أن نبود المدينة وكنت شعبه واحد صعور مختلف فأنتمنى من الله أن توفقوا في هذه الكأس هذا ندوهم معنا البركان يكون أول مرة في التاريخ ديالنادي فأنتمنى من الله اللاعبين يكونوا في نهارهم نهار المقابلة نقدموها لأداء كبير إن شاء الله ليردي الجماهر ديالنا ويردي المكوينة الفارق وهي على أعتاب النهائي تطرح مكوناتها سؤالا جدليا هل سيكون عامل الخبرة استعصاء في وجه طاقات بركان الشابة لا يوجد مشكلة من تجربة اللاعبين لأن الأغلبين الذين يلعبون المقابلة الرسمية لديهم جربة بعض الذين لا يوجدوا جربة كبيرة ولكن حولهم أمكان كل شيء يكون في المستوى وهذا هو الضغط المقابلة النهائية إن شاء الله الأجواء تمر في أحسن ما يرام نحن هذه المرة الأولى عشنا كثير بعضياتنا والجودة العائلة فإحنا خلقينه هذا ودوله العامل الذي يساعدنا بزاق خلقينه إحنا منذ مدة كيف قلت لك أجواء تسودها جدية وتداريب وخارج تداريب فإحنا كأخوة سفر الكرة الشرقية فضل دخول تجمع إعدادي في المحمدية لدواعي فنية وأخرى استراتيجية ما هو نشي بقوم الضغطين تفكر في المقابلة خاصة ديبرسهم في التجمع وحنا أصلا معتادين على التجمعات فغيرا الموقع قربنا للمدينة الريباط محمدية في الملعب مع الشوشب لأننا في البركان عندنا مع عشب صناعي ويكون عندهم تأثير سلبي على العضلة اللاعبين فجينا هنا كنا مع أرضية مع الشوشب كان عند اللاعبين كلهم متحمسين كان حوافز داخلية وخارجية وبغينا نضبط أمور دينا من ناحية تقنية وبطبع أكبر شيء النفسي نهضة بركان سيكون مكتملة صفوف عدا بعض الغيابات الاضطرارية التي أملتها الضرورة الغياب الوحيد التي تكون صراحة كله أطرف سلبياً على نفسية اللاعبين واللعب بالنائي لأنه كل اللاعب رسمي وكسر كل هذه الكلمات من طرف أحد اللاعبين الفصر رياضي وما لغزمو مخداش ما سفرشت خطأ ضد ذلك اللاعبين لتعمد يضرب لعبين سنقولي الآن أول حصة دريبية من بعد كانوا دي بلسما وفرتبرال في النيفو الدورسال ولو اللاعب بطبع البنائي اللاعبين عندو دوب فراكشور ونيفو دي الماشور انفغيو هذو اللاعبين اللي تأطرم هذا المقابل الأخير في انتظار ساعة الصفر يبقى تركيز الفريق البركاني في إعلان سبه من المسؤولية وجاميع الأطياف البرتقالية لن تعدم تقديم كل صغيرة وكبيرة تعبد الطريق نحو اللقب اشتركوا في القناة